بسم الله الرحمن الرحيم يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهدى إلى يوم الدين ثم أما بعد فدرسنا في هذه الليلة في العقيدة في كتاب التوحيد بشرحه فتح المجيد وهذا الدرس استكمالا لما جاء في الباب الذي عنون له المؤلف بقوله باب ما جاء في الرقى والتمائم فإن هذا الباب جاء به المؤلف بعد باب له ارتباط به قبله قال باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه ففي هذا الباب المتقدم نص على أن لبس الحلقة والخيط لرفع البلاء أو دفعه من الشرك وهذا الباب الذي جاء به بعده جعله عاما فقال باب ما جاء في الرقى والتمائم والسبب أن المؤلف خالف بين الترجمتين أن في التمائم وفي الرقى ما فيه خلاف فلهذا لم يجزم ويقول من الشرك وإنما فيه صور من التمائم شركية قطعا لا شك في ذلك وكذلك فيه صور من الرقى شركية وفيه صور فيها خلاف ولهذا جاء بالباب على هذه الكيفية وهو يسير على طريق العلماء السابقين كالبخاري وغيره في أنهم إذا كان في المسألة خلاف فإنهم لا يجزمون بالحكم في الباب والرقى هي جمع رقية والرقية هي التي تقرأ على الشخص سواء كان هذا الشخص مريض أو تقرأ عليه لحفظه أو نحو ذلك والمراد بالقراءة هي قراءة القرآن وقراءة الأدعية فهذا المراد بالرقى جمع رقية وأما التمائم فهي جمع تميمة والتميمة هي ما يُعلَّق على الشخص لغرض التداوي أو لغرض دفع العين أو لغرض الحفظ أو نحو ذلك من الأغراض وسموها تميمة من باب التفاؤل لأن الذي يُعلِّقها يتفاءل أن يتم له ما أرات وهذا أسلوب معروف عند العرب كانوا يُسمون المريض بالسليم ونحو ذلك من باب التفاؤل وهذا أمر مهم فيما يتعلَّق إدراك هذا الأمر فيما يتعلَّق بالتوحيد أمر مهم على أن في الرقية وفي الرقى أحكام كثيرة تتعلَّق بكيفية الرقى وأنواع ما يُقرَى على المريض وكيفية الرقى الذين يعالجون وما أحدثوه أيضاً خاصة في هذا الزمن المتأخر فإنه قد أحدث في الرقى أنواع كثيرة من البدع وهو بابٌ كبير للتأثير على عقائد الناس فإن الأصل في المؤمن أنه يتعلَّق بالله سبحانه وتعالى ويتوكل على الله في دفع ما يُصيبه ويطلب من الله تبارك وتعالى ولهذا باب الرقى يدخل فيه كثير من الكهنة والسحرة والمشعوذين ومن على شاكلتهم ودخل فيه أيضاً أرباب الطمع الذين يُريدون أخذ أموال الناس بأدنى الحيل ولهذا يخترعون اختراعات ويتصرفون تصرفات لا دليل عليها كخنق المصروع وضربه ضرباً شديداً وكالتحدث مع ما يتكلم على لسانه سواء كان الذي تكلم على لسانه من الجن أو أن الإنسان نفسه يريد أن يتخلص من المشكلة فيتكلم كأنه جني ولذلك تحدث مشاكل كثيرة جداً عندما يسترسل القاري في الحديث مع الذي يظن أنه جني دخل في المصروع ويسأله أسئلة تثير المشاكل بين الناس حتى كأن يقول له من الذي وضع السحر ومن الذي سبب له العين أو نحو ذلك وإن كان الذي يتحدث هو الشيطان فإنه كذوب فإنه قد يقول فلان يقرب الناس له فيحتاج هذا أو هذا إذا سمع هذا الاسم اعتدى عليه وقتله أو ضربه أو نحو ذلك ظنًا أن هذا الأمر قد حصل وهذا باب واسع ولهذا فإن الرقا في زمننا كثروا حتى إن بعضهم يقرأ من بعيد عن طريق الهاتف وبعضهم يوزع على الناس كالأدوية التي في الصيدلية يوزع مياه ويقول هذا ماء مقري عليه ويبيعه على الناس وبعضهم ربما لكثرة الناس الذين عنده يقرأ عليهم بالمكرفون وهم بأحواش يجعل حوش للنساء وحوش للرجال ويقرأ بالمكرفون عليهم من بعيد وغير ذلك من المحدثات التي أحدثت في القراءة والتي لم تكن على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى عهد أصحابه وهذا يدخل الخلل في عقائد الناس حتى إنك تجد أن بعض الناس يذهبون إلى شخص ليس بثقة بل يحصل منه ما يحصل مع النساء وعنده تجاوزات ونحو ذلك من باب الدعايات الفارغة التي تأتي في القنوات مع انتشارها وهذا في شبه بتفسير الأحلام والرؤى عن طريق القنوات ونحو ذلك فإننا في هذا الزمن هذه القنوات ونحو ذلك تستجلب أموال الناس بشتى الحيل ولا يبالون ولو أثرت على عقائد الناس أو أضعفت التوكل عند الناس ولهذا فإدراك هذا الأمر وتجويد هذا الباب أمر مهم في غاية الأهمية لأن الإنسان غالباً ما يقرأ على نفسه فيحتاج أن يعرف كيف يقرأ وما الذي يقرأ أو يقرأ على غيره ونحو ذلك ولهذا لما جاء النص هنا إن الرقى والتمائم والتيولة شرك وهذا حديث صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتيولة شرك فذكر ثلاثة أنواع الرقى وذكر التمائم وذكر التولة والتيولة هي نوع من السحر فهذا الحديث جمع هذه الأبواب الثلاث ما يتعلق بالرقى وما يتعلق بالتمائم وما يتعلق بالسحر وإن كان المؤلف في كتابه قد أفرد باب فيما يتعلق بالسحر وحكم السحر وحكم الذهاب للسحرة فإنه ركز في هذا الباب على موضوع الرقى وحمل هذا الحديث أن المراد به الرقى الشركية التي فيها استغاثة بغير الله عز وجل وهي التي تسمى عند بعض الناس بالعزائم يعزمون على المريض وياتون بأسماء الجن أو الشياطين أو نحو ذلك ولهذا كما ذكر أهل العلم أن الرقى الصحيحة لها ثلاثة شروط الشرط الأول أن تكون بكتاب الله أو بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو بما يعرف معناه من الأدعية أن تكون بكتاب الله يقرأ بكتاب الله فإن كتاب الله شفاء لكن بالكيفية التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإن بعض الناس ينتزعون آيات في السحر ويدخلون عليها أشياء من عند أنفسهم لا دليل عليها كأن يأتي مثلا ويقرأ اثنين واربعين مرة لا يفلح الساحر حيث أتى لا يفلح ويطلب من المريض أن يكررها بعدد محدد فالأصل أن القراءة صحيحة من القرآن لكن تحديد العدد يعني يوهم الناس أن هذا العدد له ارتباط يحدده بحدد محدد أو نحو ذلك مما لم يكن معروفا عند الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عند الصحابة وإنما يأتي بعض القراء أو بعض المعالجين ويبتدع أشياء ليظن أن عنده جديد شيء جديد عنده هذه الآية تكررها 43 وهذه 1700 وهذه 500 فيحط أرقام من عنده خيالية غاية ما عنده تقول أنت من أين أتيت بهذه الأرقام قال جربت جربت فنفعت ولهذا باب التجربة في مثل القرآن ونحو ذلك والرقية لا يتوسع فيه بهذا الأشياء يعني لأن كل إنسان يقول هذه جربت ثم يأتي بأشياء من عندي ويقول هذه جربت فلا يفتح هذا الباب بهذا الطريق وقول الرسول صلى الله عليه وسلم أعرضوا عليها رقاكم لا باس بالرقى ما لم يكن شرك لا باس بالرقى لم يُعرض عليه رقية فيها تكرير أعداد محددة حتى يأذن له فيها وإنما هذه من زيادات القراء المعاصرين يضع أعداد وكيفيات ونحو ذلك بل حتى كتابة الآيات يعني بعضهم يكتبها بطريقة محددة ويجعلها أقواس ويتصرف فيها بطرق بخلاف الرسم العثماني أو بحروف مقطعة أو نحو ذلك من الذي يتظاهر أمام الناس أن عنده علم جديد وأن عنده شيء جديد فيتعلق به الناس فكل ما كان فيه اختراعات من هذا فعلى الإنسان أن يبتعد عن هذا فالشرط الأول أن تكون الرقية من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو الأدعية المعروفة التي فيها دعاء لله عز وجل ودعاء الله يكون بأسمائه وصفاته فإن الداعي لما يدعو فإنه يقول يا الله يا رب يا كريم فهي داخلة في كلام الله عز وجل بمعنى أنه يدعو بالأسماء التي وردت في كتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هذا الشرط الأول الشرط الثاني أن تكون باللسان العربي خاصة خاصة إذا كان الذي يقرأ عليه عربي لأنه باللسان الأعجمي إذا قرأ على العربي ما يدري ماذا يقول فقد يقول كلام لا يصح فالعربي لا يقرأ على المريض إلا بالعربي لا يقرأ عليه إلا بالعربي لأن القراءة الأعجمية قد يكون بها أشياء لا تصح وهو لا يدري ولهذا جعل شرط أن يكون باللسان العربي ويستثنى من ذلك العجمي الذي لا يحسن العربية ويعرف معاني الكلام لأنه يعرف ماذا يقول فلا بد أن الذي يقوله كلام صحيح شرعي دعاء لله سبحانه وتعالى الشرط الثالث وهو مهم جدا لأن الناس يتعلقون بالقراء الشرط الثالث أن يعتقد أن هذا سبب والسبب لا يستقل بإحداث المطلوب فيعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى لا بالسبب يعلق قلبه بالله ولهذا النظر في القراءة هو إلى كلام الله وإلى الدعاء وليس لأجل القاري فقط فإن بعض الناس الآن يعلق نفسه بالقاري والله فلان مشهور وقالوا 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 فهو يعلق نفسه بالقاري يعلق نفسه بالقاري والأصل أن يعلق نفسه بالله سبحانه وتعالى وبكلام الله عز وجل وهذا القاري سبب ولا شك أن صلاح القاري له تأثير صلاح القاري ودعاء القاري الشخص الصالح دعاؤه له تأثير وقوة شخصية القاري أيضا له تأثير ولهذا قد يأتي مثلا شخص قد لا يكون حافظ القرآن ولا نصف القرآن ويقرأ بآية فيؤثر في شخص وشخص حافظ القرآن ولا يؤثر فيمثل له بمثال الأدعية والرقية هي كالسلاح كالسلاح والسلاح حتى يؤثر له شروط الشرط الأول أن يكون السلاح ماضي يعني أنت لو أتيت بسيف وحده كليل ما يقطع فلابد أن يكون السلاح بتار يقطع والمراد به أن تكون الأدعي هذه نبوية شرعية صحيحة فهذه المؤثرة أما رقية ملخبطة ما تؤثر فلابد أن يكون السلاح سلاح بتار الأمر الثاني أن يكون الضارب بالسلاح يده وقلبه قوي وإلا الجبان الرعديد لو أعطيته أحسن سيف وضرب به قد لا يجرح الجلد فلابد أن يكون الداعي والقاري يعني له تأثير قوي جدا ولهذا ترون مثلا الذي يدعو له الرسول صلى الله عليه وسلم أو يقرأ عليه الرسول أو يقرأ عليه عالم صاحب علم وفضل فهو يختلف عن غيره تبقى المسألة الثالثة التي حتى ولو قرأ الرسول صلى الله عليه وسلم على شخص وهو أن يكون المحل قابل لهذا فإنك أنت لو أتيت بإنسان ووضعت على رقبته حديدة ثم ضربته بالسيف فإن السيف لا يؤثر لماذا؟ لوجود مانع يمنع هذا السلاح القوي وهذا المانع قد يكون ذنوب في المريض قد يكون معاصي قد يكون أكل للحرام وأحيانا يكون ما قدر الله عز وجل من حكمة الله عز وجل أن يبقى فيه هذا المرض فليس على كل حال ليس على كل حال أن الدعاء يؤثر حتى ولو كان من رجل صالح ولا الرقية الصالحة لعدم قبول المحل عدم قبول المحل الذي يقرأ ويدعى له وأحيانا يريد الله عز وجل أن لا يستجابوا في هذا الشخص كرامة له كرامة نعم كرامة له يودؤ ناس أنهم لو قردوا بالمقاريض لما يرون من فضل البلاء الذي ابتلوا به ولهذا تأملوا مثلا أيوب عليه السلام كم مكث في البلاء وهو من عباد الله الصالحين وغيره فأحيانا هذا البلاء هذا البلاء لرفعة درجة الشخص وأحيانا لتمحيصه من الذنوب وأحيانا لرفعة درجته ولكم أن تتأملوا في قصة المرأة التي كانت تسرع يتسلط عليها جني وتسرع وهل الجن يتسلطون على الأنس؟ نعم سفهاء الجن قد يتسلطون على الأنس ابتلاء من الله سبحانه وتعالى وهذا أمر معروف ولم ينكر هذا إلا أهل البدع كالمعتزل فقالوا لا الجن لا يدخل في بدن الأنسان وهذا كلام باطل مردود بقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم ومردود بقصة هذه المرأة التي كانت تسرع على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فشكت للرسول صلى الله عليه وسلم فقال لها فقال لها إن أردت أن أدعو الله عز وجل لك بالعافية وإن أردت أن تصبري ولك الجنة يعني أنت بين خيارين إن أردت أن أدعو الله عز وجل أن يعافيك من هذا المرض وإن أردت أن تصبري ولك الجنة ومن هذا أخذ العلماء في موضوع التداوي أن الإنسان إذا رأى أن في صبره أنه يستطيع أن يصبر فإنه لا يعتبر مفرط يعني لو صبر على المرض ولم يتداوى احتسابا فإنه لا يعتبر مفرط وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى التداوي وقال تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام لكن هل يجب أم لا يجب يعني لو كان يجب على الإنسان إذا وجد دواء أن يتداوى لوجب على هذه المرأة مادام فتح لها باب الدعاء أن تفعل ذلك لكن الرسول صلى الله عليه وسلم خيرها وقال إن أردت أن أدعو الله عز وجل لك وإن أردت أن تصبري ولك الجنة فقالت يا رسول الله أصبر وانظروا يعني إلى فقه السلف والصحابة فهذه صحبية المرأة هذه صحبية انظروا إلى فقهم كيف لما ذكر لها الجنة هان عند كل شيء فقالت أصبر يا رسول الله لكن هذا الصرع إذا أتاني فإنني أتكشف يعني ما تدرك نفسها فتنزل عنها ذيابها وهي لا تريد أن تنكشف عورتها لكن ادعو الله يا رسول الله أن لا أتكشف ادعو الله أن لا أتكشف فالشاهد أن المحل لا بد أن يكون قابل لا بد أن يكون السلاح قويا ولا بد أن يكون الضارب قويا ولا بد أن يكون المحل قابل وإذا كان الأمر كذلك فإنك تعلق قلبك بالله لا بالسبب تعلق قلبك بالله لا بالسبب ولا تلتفت إلى هذا السبب ومعنى لا تلتفت ما هو لا تستعمله لا يجب عليك أن تستعمل السبب إذا أمرت به أو يستحب لك بحكم فعل السبب فليس معنى قول أهل العلم لا يلتفت للسبب يعني لا يعتمد عليه لا يتوكل عليه وإلا فإن فعله مأمور به شرعا لا بد من فعل الأسباب وهذا لا ينافي القضاء والقدر فإن الأشياء مكتوبة بأسبابها إن فعل كذا حصل له كذا وإن لم يحصل فإن له أجر على فعل السبب فإن الأشياء مقدرة بأسبابها فهذا معنى فيما يتعلق بالرقى أن منها رقى صحيحة بهذه الشروطة الثلاثة ومنها رقى شركية إذا كان فيها استغاثة بالمخلوق وهل في أحد يستغيث بالمخلوق ويتوجه ويطلب منه العافية كثير جدا يعني نحن نرى في زمننا هذا كثير من الناس يدعون من يعتقدون فيهم الولاية إذا أصابه المرض يقول يا حسين أنا مريض هذا لمن يعبدون الحسين أو يا عبد القادر أنا مريض أو يا سيدي البدوي أنا مريض فهذا دعاء شركي لأنه ينادي غير الله ويلجأ إلى الله عز وجل والذي يعافيه من المرض هو الله وإذا مرضت فهو يشفين وبعضهم يقول يا ربي يدعو الله لكن يقول يا ربي بجاه الحسين يا ربي بجاه فلان يا ربي بجاه عبدك فلان وهذا قياس للخالق على المخلوق أنت تتوجه بالوزير ونحو ذلك على من له جاء عنده لكن عند الله عند الله ليس لله مكره ما تتوجه على الله بأحد ولهذا لم يثبت أن السلف قالوا بجاه رسولك على أن الرسول له مكان عند الله عز وجل لكن ما قالوا بجاه رسولك ولا بجاه إبراهيم ولا نحو ذلك البت ما سألوه هذا السؤال فهنا لابد أن يبتعد الإنسان عن الرقى الشركية ويحمل هذا الحديث إن الرقى والتمايم والتولة شرك على الرقى الشركية وأما التمايم فهو ما يعلق يعلق على الإنسان يعلق على الأطفال يعلق على البيوت يعلق على المزارع أي تعليقة لدفع بلاء أو رفع دفع قبل أن يهتي أو رفع مثل دفع العين أو نحو ذلك فهذا كله من التمائم الشركية لأن فيه اعتماد على غير الله عز وجل ولهذا قال الرسول سلم من تعلق تميمه فلا تم الله له يعني دعا من الرسول سلم أن لا يتم الله له أمره لأنه فعل شركا إلا من تعلق كلام الله عز وجل فمن تعلق كلام الله ففيه خلاف للسلف يعني لا يقال إن هذا شرك لوجود خلاف من السلف ولأن له شبه أنه كلام الله وكلام الله العبد المسلم يدعو الله بكلام الله ويستعيد أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ففيه شبهة ولوجود اجتهاد من بعض السلف أنه علق آيات على غلمان عنده وهل هو علقها ليراجعوها ويقرؤونها أم أنه علقها للحفظ لكي تحفظهم من الشياطين محتمل لكن فيه خلاف في موضوع تعليق القرآن تعليق المصحف فيه خلاف ولهذا لا يجدم أنه شرك لكن الأصل أن لا يفعل القول الراجح أن لا يفعل ولا تعلق ولو المصحف كامل ما تعلقه ما تعلق المصحف في رقبتك ولا في رقبة أطفالك وذكر المرجحون لهذا القول عدة أشياء كلها ظاهرة منها أن هذا لم يكن معروف على عهد السلف ما عد الخلاف الذي ذكر لكن لم يفعلوا الرسول صلى الله عليه وسلم ما عرف أنهم يتعلقون المصاحف ونحو ذلك الأمر الثاني أن فيه نوع امتهان لأنك تحتاج أن تدخل الخلا تحتاج أن تنام ربما يقع في كلام من الغيبة والنميمة وهو متعلق للقرآن ربما يقع في جنابه ونحو ذلك من الذي يكون فيها امتهان لكلام الله عز وجل فهذا وارد الأمر الثالث أن الحديث عام من تعلق تميمة فلا أتم الله ولم يستثني والأصل في الدليل العام أن يبقى على عمومه الأصل في الدليل العام أن يبقى على عمومه حتى يأتي مخصص له الأمر الرابع أن هذا يشد باب الإنكار في التمايم لأن السلف كان إذا رأوا تميمة قطعوها من غير استفصال قطعوا التميمة إذا رأوها لكن إذا كان فيه تميمة من القرآن ومن غيره فتنتشر التمايم والإنسان ما يعرف هل هذا قرآن ولا غيره ولهذا من باب سد الذرايع ومن باب سد الباب أن لا يعلق وهذا الباب توسع فيه الناس كثيرا خاصة بما يتعلق بتعليق المصاحف في القرآن في السيارات فهم يعلقون مثلا عشان ما يجي حادث على السيارة يحطها قدام ويعلقها عنده عشان ما يجي حادث أو يحطها وراء حتى ما ينصدم وهذا لا دليل عليه البث أو يعلقها في المجلس حتى في المجلس أنت لما تكتب آيات قرآنية آية الكرسي ونحو ذلك بدلي كان الصحابة عندهم كتبة وكان كانوا يستطيعون أن يكتبوا آيات ويعلقوها ويعلقوها ولهذا كتابة الآيات على الجدران كتابة الآيات على الجدران واللوحات القرآنية وتعليقها بهذه الطريقة فبعض من الناس يريد الزينة يريد أن يكون هذا زينة فكأنه انتقل بالقرآن من مقصده الصحيح الذي والتلاو والتعبد إلى مقصد آخر وبعض يريد الحفظ وعلى كل يعني مثل هذه الأمور يعني الخير كل الخير في اتباع من سلف الخير كل الخير في اتباع من سلف ولهذا تجدون يكتب في المساجد أحيان يكتبون الله 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 مثلا أو يكتب آية الكرسي أو نحو ذلك فهذه ينتبه لموضوع ما الذي يكتب أيضا لأن أحيان بعض العبارات مثلا فيها اهام بعض العبارات فيها اهام لأنكم كما تعلمون أن الدعاء الواحد لما يدعو يقول يا الله يا الله يا حي يا قيوم فياتي بالدعاء بهذه الطريقة أو إذا أراد أن يثني على الله عز وجل يقول الله العزيز الحكيم الله الحي القيوم حي وليهذا أنكر أهل العلم على أصحاب الدعاء المفرد إيش الدعاء المفرد أنه يدعو بلفظ الجلال وحده فتجد فتجد الله 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 وهذا منتشر عند المتصوفة تجد يقول الله 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 أو يكرر عبارة حي حي يعني يا حي يا قيوم قصدا حي 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 طيب الله هذا مبتدى يحتاج إلى خبر لا بد أن تأتي بجملة مفيدة لا بد تقول الله العزيز الحكيم أو الله السميع البصير أو تقول ربنا الله أما تأتي بعبارة مفردة ما صار الجملة مفيدة فكيف أنت تتعبد لله عز وجل بشيء محدث بشيء محدث ما عرف يعني عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا لا عرف عن الصحابة شيء محدث بل بعضهم يحتج بحج من أسقط الحجج وفي حجته استدراك على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى الشريعة بعضهم يقول أنا أقول الله الله ولا أقول مثلا لا إله إلا الله لأنه يخشى أن يقول لا إله إلا الله فإذا قال لا إله قبضت روحه وهو في النفي شوفوا الاستدراك يقول أخشق لا إله فيفطس تنقطع روحه فيكون هذا شرك نفى ما في ألوهية وهذا استدراك على الرسول عليه وسلم فإن الرسول يعلم الناس لا إله إلا الله قولوا لا إله إلا الله تفلحوا الأمر الثاني لو فرض أن إنسان قال لا إله وهو يريد الجملة الكاملة فمات فإنه لا على ما نوى إنما الأعمال بالنيات لكن أصحاب الباطل عندهم يعني المهم أنه يريد أن ينجح حجته وينجح قضيته بحية الشيطانية بحية الشيطانية مثل لما يقول لك إن الرسول صلى الله عليه وسلم له جاه عظيم عند الله وأنا أتوجه بالرسول أنا أتوجه بالرسول عند الله عز وجل نقول هذه عبادة والعبادة لا بد فيها من الإخلاص ومن الاتباع فأنت أتت بهذا من أين من أين أن أن تتوجه على الله يعني عبادتك ولله يعني لا يجوز لك أن تقيس الله على البشر وتقول طيب الملك لما أروح له أتوجه بالوزير أقرب لاستجابة حاجتي نقول هذا النقص النقص لأنك تقيس الخالق على المخلوق ولو كان هذا يجوز لفعله الصحابة رضوان الله عليه وتوجه بالرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا يطلبون منه أن يدعو هذا ليس خاص بالرسول عليه وسلم يعني أي مسلم حاضر عندك حاضر مغايب وحي مميت لابد أن يكون حاضر وأن يكون حي فما كان الصحابة يخاطبون الرسول من بعد ما يأتي واحد منهم في قوبة والرسول عليه وسلم عند مسجده ويقول يا رسول الله أو يوجه له الخطاب ما كان هذا البت لأنهم يعلمون أن بشر كالبشر لابد أن يسمع في حدود المسموعات ما كانوا يوجهون له الخطاب من بعد لا في حال حياتي ولا في حال وفاتي وانظروا الآن الذين يدعون الأولياء من أين يوجهون لهم يقول لك هنا يقول يا حسين تقول حسين فين قال في العراق ما تقول في العراق طيب هذا المسافة كل لا يدركها يسمعها يسمع كلامك قال فيه ملائكة بعضهم يقول فيه ملائكة تنقل هذا الكلام طيب إذا نقلت هذا الكلام أنت ما قلت اسمك برضو يعرف اسمك يعني يعرف اسمها العرب والعجم والخل كله فيعني هو هذا تصور المشركين كانوا يقولون إذا قلنا يا اللات يا هبل فإنه يسمعنا فيه من يسمعنا كما أن المسلم إذا دعا الله الله يسمعه بأي مكان فهو هذه يعني الفكرة هي فكرة المشركين تماما يعني انظروا إلى أبي سفيان لما كان في شركه وهو في المدينة يقول اعلوا هبل وهبل قريب مكة هنا فهم يعتقدون أن هذا الصنم يسمع ويحفظهم ويتوسط لهم من أي مكان فهذا تقليد تماما لشرك المشركين تقليد لشرك المشركين فكذلك هنا في الرقية لا بد أن ننتبه إلى الرقية الصحيحة المنضبطة بالضوابط الشرعية وباب التوسع في التمائم كثير عند الناس وأما التوسع في تعليق القرآن ونحو ذلك فهذا لا شك وخف يعني كلام الله عز وجل لا يقارن بالتمائم الشركية ولا بالعظام ولا بالودع ولا نحو ذلك لكن أيضا يحتاج إلى دليل على مثل ما توسع فيه الناس في هذه الأزمنة وأما التولى في نوع من السحر والسحر يعني يغلب عليهم أن المحاولة التفريق بين الزوجين أو تحبيب الزوج إلى زوجته أو العكس ولهذا سميت تولة وكيف يحببون يعني كيف يحببون ذلك يعني السحر هم ليس لهم قدرة خارقة لكنه هو ابتلاء من الله عز وجل أنزله في الأرض كما أنزل كما يسبب للناس الأمراض ونحو ذلك فإنه يكون هذا السحر بقدرة الله عز وجل وإنه لو كان الساحر يفعل ما يشاء لفعلوا بالناس الأفعيل ولهذا الساحر مهما بلغ هو ضعيف ولو سألتم أعضاء الهيئة كيف يهرب الساحر ويختب في الحمامات وهو من كبار السحر يقولون فإذا مسكوه حاطوا العشرين سبحة في رقبته ومسوي نفسه ساحر كبير وهو يهرب عن الأعضاء يدخل في الحمامات لأنه تأثير ضعيف تأثيره ضعيف ليس له ذاك التأثير ولو كان له ذاك التأثير لتسلط الناس بعضهم على بعض وإنه لا يمكن أن يؤثر إلا بإذن الله عز وجل وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله فلهذا تأثيرهم محدود ليس بذاك القوي ولو كان لهم تأثير كبير لرأيت مثلا لرأيت العلمانيين من العرب الذين ما عليهم من الدين لرأيتهم مثلا يسحرون رئيس الكيانة اليهودي وينتهم من يخلونه مجنون على كثرة سحرة العرب فين المنتشرين فلماذا ما سحروا هل تظنون يدفعون هذه الأموال الطائلة في المقاومة ويدفعون هذه الأموال الطائلة في يعني رد عادية اليهود ولا يدفعون يجيبونهم ثلاثة أربعة من السحر الكبار أم هو الورع منعهم من اتخاذ ساحر لا هذه ولا هذه لكن يعني السحر محدود إلا إذا ردوا لكن هو موجود السحر هذا موجود لا شك في ذلك لأنه ثابت في قصة موسى وثابت في قصة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه ابتلي بالسحر كما يبتلى بالمرض ليعلم الناس أنه تعتريض العوارض البشرية كغيره من البشر وليكتب الله عز وجل أن تنزل هذه المعوذات ويتعالج الناس من ذلك فقد سحره يهودي اسمه لبيد بن أعصم في سحر وضعه في بير نجس قذرة بعيد فأنزل الله عز وجل جبريل وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بمكان السحر فاستخرج وجاءت المعوذات ورقى نفسه بها صلى الله عليه وسلم وحذر من الذهاب للسحرة طيب يخرجون السحر يعالجون لا لأن هذا محرم تداو ولا تتداو بحرام فإذا قيل لك الدواء عند الساحر فلا تذهب لأن حفظ دينك مقدم على موضوع المرض ولأنه محرم ولأن الساحر أمرنا بقتله حد الساحر ضربة بالسيف فلو كان نحتاج أن نتركه للناس يذهبون إليه معنى ذلك ما نقيم الحد عليه نتركه حل المشاكل المسحورين لكن هذا الباب مسدود تماما ومثل ذلك الكاهن الذي يدعي معرفة المسروقات يقول هذا المسروق في المكان الفلاني وسرقه فلان وأحيانا يأتي بخبر صحيح أحيانا يأتي بخبر صحيح لأن الجن عنده حركة سريعة وهو يقدم عبادة للجن حتى يخدموه فيقول سرقة السيارة يقول أعطني يومين ثلاثة ثم يرسل الجن سيارة كذا فيقول وجدناها في الليث أو في المكان الفلان فيأتي فيدل عليها هذا صحيح لكن هذه المنفعة لا قيمة لها في مقابل الشرك لأنك إذا أقررته على هذا أقررته على الاستعانة بالشياطين وعبادة الشياطين ولهذا كل شيء مفسدته أعظم من مصلحته فلا تفعله وإن كان فيه مصلحة لكن المفسد أعظم المفسد فساد وعقائد الناس فلهذا لا تذهب للسحرة مهما حصل لك يقول ضرورة أليس المضطر يأكل الميتة المضطر يأكل الميتة نقول ليس هذا مثل هذا فإن العلاج قد ينفع وقد لا ينفع قد ينفع ولا ينفع فقد تذهب إلى الساحر ويضيع دينك ولا ينفع ولا يخر شيء وكثير ذهب إلى السحرة ولم يستفيد هذه واحدة الأمر الثاني أنه أذن لك هنا ولم يؤذن لك هنا أذن لك في حال الضرور أن تأكل من الميتة ما يسد رمقك ولم يؤذن لك فيما يتعلق بالذهاب إلى السحرة وإلى الكهنة فشتان والذي يعني ما عنده علم بالمسائل يقيس هذا على هذا ويدخل الناس في أخطاء شنيعة ثم ذكر هنا في خاتمة هذا الباب هذا الحديث عن رويفع قال قال لي رسول الله صلى الله قال 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 لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك يعني يطول عمرك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع داب أو عظم فإن محمدا بريء منه طيب ما علاقة هذا الحديث بالباب الذي قبله ما علاقة هذا الحديث بباب الرقى والتمام هذا يا حزيف الجيب أو تقلد وترا فإن تقلد الوتر من التميمة والوتر هو يوخذ من عصب الأغنام عصب يشد على السهام وكانوا يعلقونه كما مر معنا في رقبة الإبل لدفع العين عنها ولهذا أرسل الرسول عليه السلام لا يبقى أن قلاده أو وتر في رقبة بعير اللي قطعت يعني الجمل حقي يخاف انتصيب العين فيعلقه الوتر وربما تعلقه الأشخاص وربما علقه أهل الدور ومثل هذا لو علق عظم ولا جمجمة العظام ونحو ذلك فهنا ذكر بعض التمائم أورد الحديث لهذا وإن كان فيه مسائل أخرى فإنه هنا قال هنا قال في خطاب الرسول الرسول صلى الله عليه وسلم لعل الحياة ستطول بك قال فيه علم من أعلام النبوة كيف كيف صار فيه علم من أعلام النبوة قال فإن رويف عن طالت حياته إلى سنة ست وخمسين فمات ببرقة من أعمال مصر أميرا عليها وهو من الأنصار فهذا طالت حياته والرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ولا يعلم كم أعمار أمته ولا متى يأتي الموت لا يعلم ذلك هذا من أمور الغيب إلا أن يعلمه الله سبحانه وتعالى فهذا معنى قول علم من أعلام النبوة معنى أنه يوحى إليه لأنه جاء بأمر غيبي لا يعلم إلا من طريق الوحي وهو أن الحياة سوف تتطول برويفع قال أن من عقد لحيته أو تقلد وترد عقد لحيته كيف يعني شفتوا السيخ الآن السيخ شفتوا كيف يسوم بالحاول يفتلها زي الحبل وبعضهم يعني يعقدها في الوسط هنا بعضهم يربطها من هنا وهل يدخل في هذا تعكيف الشنب يعني ربط الشنب زيادة أو لا يدخل عموما أي شيء فيه تشبه بالكفار فهذا منهي عنه يعني أي صورة من الصورة التي كان يفعلها أهل الجاهلية وأهل التكبر فهذا منهي عنه سواء شخص قلد هؤلاء السيخ مجوس لأنهم يرون ما يحلقون شعورهم ويسوون يفتلونه فتلا أو بعض جبابرة العرب الذين كانوا يتعاظمون يعقد لحيته يعني هذا يدل على قوة الشكيمة وبعضهم الآن ممكن يسوي شارب كذا يعني يخليه زي القرن ولذلك إذا بقوا يمدحون شخص يقولون طويل الشوارب طويل الشوارب ويثنون عليه وقالوا هذا والله شاربا طيب هذا يعني يعني الطيبة ليش علاقتها بالشارب لأنه كان الشجعان يفعلون ذلك فبقيت هذه المقولة الشجعان يعني ينفح شاربه يجيه لشبر بل بعضهم وصل إلى أن يعقدوا في إذنه هذا طويل الشوارب وهو فعل الأعاجم وهو من التعاظم والتكبر وليس المراد الناحية المعنوية أحيانا الناس قد يقولها شخص وهو ما عنده شارب يقولون فلان والله طويل شارب وهم يقصدون من الناحية المعنوية أنه له مكان طيب اجتماعي لكن من أين تسربت لهم تسربت لهم من الإرث الموجود أنه يعني هؤلاء غالبا ما يفعل ذلك ويطول شارب بهذه الطريقة ويعقد لحيته ألا الذين يتعاظمون ويتكبرون ويتغطرسون ولهذا لا يجوز لنا أن نقتدي بهم في هذه الخصلة فإن التكبر مذموم التكبر مذموم بل المسلم مطلوب منه التواضع وأيضا فيه تقليد أهل الجاهلية وبعضهم قال عقد لحيته يعني جعدها من باب الجمال يعني سواهم درجات من باب الجمال أو نحو ذلك كما يفعل النساء في شعرهن كما يفعل النساء في شعورهن وأيضا هذا منهي عنه التشبب النساء منهي عنه فإذا كان هذا منهي عنه ما بالكم يحلق راسه كله ويخليله يخليله حاجة هنا نظرا لأنه رأى لاعب في فرنسا أو في أسبانيا له شعر على قمة يعني حالة مزرية لما تراها يعني شيء تتقزز منه النفس كيف يصنع ذلك يحلق شعره كله ويخليله شوية في وسط الراس لماذا هذا قال فيه اللاعب الفلاني المشهور في أسبانيا فعل ذلك طيب واذا فعله تفعل مثل ما يفعل وهذا يعني من التقليد للكفار المنهي عنه من تشبه بقوم فهو منهم ولهذا تبرى الرسول صلى الله عليه وسلم من أصحاب هذه الخصلة لأنهم تشبهوا بالكفار وإذا تبرى الرسول صلى الله عليه وسلم من عمل فيدل على أنه كبير من الكبائر إذا قال الرسول أنا بري منه أو قال ليس مننا فإن هذا يدل على أن هذا الفعل من الكبائر وليس من الصغير ولهذا بعض الناس واضح أنه ما يدري لأنه شوف بعض المحرمين يأتي محرم جاء يأخذ عمره وهو حالق رأسه كله مخلي شوي وهو جاء يتعبت وإن شاء الله فيه خير لكن يظن هذا والإنسان لا يمنع أن يجتمع فيه خير وشر الإنسان يكون فيه خير وفيه شر لكنه عرف بين أصحابه وأقرانه عنده هذه الشعرات فلا يريد أن يزيلها وفيه خير يريد أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى لكن يبقى أن جعل هؤلاء أصحاب الملاعب ونحو ذلك قدوة لأبنائنا قدوة لأبنائنا يعظمونهم يقلدونهم في ملابسهم يكتبون أسماءهم على ملابسهم هذا يدل على انهزام نفسي ويدل على خلل في التربية يدل على انهزام نفسي وخلل وأيضا تعلق غير محمود تتعلق به حتى في شخصه حتى في شكله حتى في ملابسه فهذا فيه خلل كبير فيه خلل ولهذا يدل على أن إذا جعل قدوة للناشئة فإنهم يقلدونه إذا أبرز لهم وأثني عليه وجعل في مكان العظماء فإنهم يقلدونه فإذا أبرزت صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم والتابعين وقواد المسلمين وذكرت ذلك تعلقت القلوب بهؤلاء تعلقت القلوب بهؤلاء وأحب سيرهم وإذا أبرزت هؤلاء فإنك تجر فتنة على أبناء المسلمين يتعلقون بهؤلاء وتتحمل القنوات الفضائية مسؤولية كبيرة جدا حتى لما تاتي يعني شخص من هذا فيظهرونه على أنه يعني شخصية اعتبارية كبيرة جدا يسوموا معه مقابلة واشتاكل واشتشرف واشتفعل ويضيعون من وقت المسلم ساعتين ثلاث ساعات على إبراز هذا الذي شغله كله ما يجوز أصلا فعله كله لا يجوز أصلا فالشباب الذين يحبون الشهرة والشابات ونحو ذلك ربما تعلقوا بهذه الرموز ويتحمل الإثم من جعل هذا الأمر يبث على أبناء المسلمين أو مكن هؤلاء الشباب من هذه التفهات وهذا أمر خطير انظروا إلى حديث الرسول عليه السلام قال إن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة وهذا إيش فيه الاستنجاء تعرفونه يعني إنسان في البر مثلا ما عنده ما فإنه إذا بال أو نحو ذلك فإنه يمسح بالحجر حتى ينظف نفسه الرجيع هو ما يخرج من الإبل والغنم والبقر فهذا قد يكون موجود في البر هذا لا تستنجي به لا تستنجي به لماذا لأن الجن الذين أسلموا مع الرسول صلى الله عليه وسلم طلبوا منه الطعام لهم ولدواب بهم قالوا نريد طعاما لنا ولدواب بنا يعني ادعوا الله أن يهيي لنا طعاما لنا ولدواب بنا وهذا يدل على أن الجن لهم دواب لكنهم أم أخرى ما نراهم وأنهم يأكلون ولا نراهم فقال لهم إن رجيع الدواب علف طعام لدوابكم أنتم والعظام كل عظم ذكر اسم الله عليه فتجدونه اللحم عليه كامل يعني أنت لأخذت الذراع وقلت بسم الله وأكلت الذراع فإن أخوانك من الجن يجدون الذراع بلحمه كاملا شوف لما طبق السنة وتسمي الله عز وجل كم تفعل معروف في أخوانك من الجن في أخوانك المسلمين من الجن فإن هذا للمسلمين من الجن هم الذين طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم وهل الكفار من الجن يجدون ذلك ما ورد الذين طلبوا من الرسول عليه وسلم هم أهل الإسلام من الجن ولهذا قال الخطاب أما نهيه عن عقد اللحية فيفسر على وجهين أحدهما ما كانوا يفعلونه في الحرب كانوا يعقدون لحاهم وذلك من زي بعض الأعاجم يفتلونها ويعقدونها قال أبو السعدات تكبرا وعجبا ثانيهما أن معناه معالجة الشعر ليتعقد ويتعجد ويتجعد وذلك من فعل أهل التأنيف يقصد بأهل التأنيف يقصد بأهل التأنيف الذين يتشبهون بالنساء يعني يفعل مثل ما يفعل النساء وهذا منهي عنه أن يشابه الرجل المرأة يعالج الشعر ليتعقد ويتجعد وذلك من فعل أهل التأنيف وقال أبو زرعة يحمل أيضا على عقد اللحية في الصلاة لأنه في نهي عنه أن يعقد لحيته في الصلاة لأنه جاء في رواية محمد بن الربيع وفيه من عقد لحيته في الصلاة أو تقلد وترا يجعله قلاد في عنقه أو عنق دابته قال الشارح عليه رحمة الله فإذا كان هذا في من تقلد وترا فكيف بمن تعلق بالأموات وسالهم قضاء الحاجات وتفريج الكروبات الذي جاء النهي عنه وتغليضه في الآيات المحكمة وعلق النووي على قول الرسول صلى الله عليه وسلم فإن محمدا بريء منه قال بريء من فعله هذا لأن لا يأتي إنسان ويكفره يقول أنت عقدت لحيتك فأنت كافر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تبرأ منك ما تأخذ الأدلة هكذا لأن هذا من ألفاظ الوعيد هذا من ألفاظ الوعيد فما لم يكن اللفظ يدل على الكفر الصريح فإنما يؤت به من باب التغليض ولهذا حمله النووي على أنه تبرى من فعله هذا أنه بريء منه يعني بريء من هذا الفعل الذي فعله ويحمل على هذا مثل الصالقة والحالقة ومن شقة ثوبه بالمصيبة ونحو ذلك من ألفاظ الوعيد التي جاءت فإنها على التغليض وهنا علق الشارح على النووي وقال هذا خلاف الظاهر والنووي كثيراً ما يتأول الأحاديث بصرفها عن ظاهرها فيغفر الله تعالى له هذا شو يدل عليه؟ يدل على أن الشارح غير موافق لقول النووي طيب لماذا؟ هل الشارح يكفر من عقد لحيته؟ أو من استنجى برجيع؟ ليس الأمر كذلك لكن العلماء يقولون خل الوعيد على ظاهره حتى تخوف الناس لا تخففوا عليهم لأنك لما تتصرف في النص فتخفف عليه وهو جاء به للتغليض وهذا مثل قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون تجي تقول المراد كفر نعمة أو كفر أصغر أو نحو ذلك يا أخي الله أطلقها أطلقها الرسول عليه السلام أطلق الأمر أطلقه أطلقه هل قيده الرسول عليه السلام؟ هل قال بري منه يعني أنا بري من فعلك؟ خل الوعيد على ظاهره خل الوعيد على ظاهره لا تتعرض له لأنه يحتمل أيضاً أن من تبر منه الرسول أنه وقع في الكفر أنه وقع في الكفر وهذه الأفعال منها ما يكون كفراً ومنها ما يكون دون ذلك لكن أنت تحتاج إلى التدقيق والتمحيص عند إقامة الحد إذا أردت أن تقيم الحد عليه فإنك لا بد أن تتأكد من ظوابط التكفير وموانع التكفير أما في حال قراءة النصوص ونحو ذلك فلا تضعف دلالتها لا تضعف هذه الدلالة ودعها كما قالت لأن الصحابة رضوان الله عليه رأوا هذه الحديث وما علقوا تعليقاً نووي وما خافوا أن يفهم منها شخص التكفير الأكبر ولل معنى ذلك ما نصحوا للأمة لكن لا خلها لأن الذي تحدث بها الرسول عليه وسلم أيضاً لم يقيدها لهم لكي يأخذ التحذير مداه لكي يأخذ التحذير مداه وإنما الناس الآن مع موجة التكفير المعاصرة بدأوا في التأويلات حتى الكفر الأكبر يؤولونه لأن الناس إذا صار عندهم مشكلة أحياناً يكون رد الفعل عنيف جداً رد الفعل يكون عنيف واحد مثلاً عنده تكفير فيردون عليه حتى المكفرات يدخلون في غير المكفرات هو واحد عنده إرجاء كثير فإنهم يردون عليه رداً عنيفاً فيكون رد الفعل عنيف والأصل هو الالتزام بالنصوص والتوازن في دراسة الأحكام ونكتب بما سمعتهم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أن تستغفرك وتبقى أشهد أن تستغفرك وتبقى أشهد أن تستغفرك وتبقى